اشتركوا في القناة فإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا فإن الله لعفو وفو والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرر وكبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعدون به والله لما تعملون خبير فمن لم يجد فسيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطيع فيتعم ستين مسكين ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب عليم إن الذين حادون الله نسوا لا كبتوا كما كبت الذين من قبل مقدازا لآيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثون الله جميعا فينبئهم لما منه أحسان ونسهم والله على كل شيء شهيد ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الله ما يكون من نجوى سلاسة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إنما كانوا ثم ينبئوا مما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاسم والأدوان ومعسية الرسول فإذا جاءوك حيوك ما لم يحيق به الله ويقولون في نفسهم لولا يعذبون الله مما نقول حسبهم جهنم يسلونا فبئس المسيل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاسم والأدوان ومعسية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذين ليتحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحدون الذين آمنوا وليس مضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا كيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم فإذا كيل أشدوا فأشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلمة رجال والله بما تعملون خبين يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوكم سدقهم ذلك خير لكم واتهر فإن لم تجدوا فإن الله أفور رحيم أشفقتم ما تقدموا بين يدي نجوكم سدقهم فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فاكيموا السلاة واتوا الزكاة واتوا الرسول لعلكم ترحمون والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غزب الله عليهم وهم يكمل منهم ويحلفون على الكذب هم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم سا ما كانوا يعملون اتأخذوا إيمانا جندا فسدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لا تولي عنهم المعلوم لعلادوا من الله شيء أنه لا يقصحاب النار ينفي خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحفد عليهم الشيطان فأسان ذكر الله لا يقص حذب الشيطان ألا إن حذب الشيطان هم الخاسرون إن الذين حادوا الله ورسوله لا كفر لدلل فتبلع له لبنانا ورسلين الله قبي عزيز لا تجدك من يؤمنون بالله واليعمل حرواد دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وابناءهم وإخوانا وشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم روحهم ويدخلهم جنة تجري من تحتهم ينهر خالدين فيهم رضي الله عنهم رضوان أولاك حذب الله لا إن حذب الله هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الله وهو العزيز الحكيم والذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم يوم وللحش ما ظناتم من يخرجوا وذنوا أن مالعتم حسون من الضيفاتهم ومن حيث لم يحتسبوا وقذب في قلوبهم الراب يخربوا نبيوتهم بأيدي ويد المؤمنين فأتبهوا يا أولي اللبصان ولولا كتب الله عليهم الجلال عذبا في الدنيا ولم في الماخرة عذاب النار ذلك بأنم شاكوا الله ورسوله من يشاك الله فإن الله شديد لكم ما قطعتم من ليلة أو تلوتمها قائمة على أسولي فبإذن الله وليخدي الفاسقين وما أفا الله على رسولي منهم فما وجفتم عليهم من خير ولا ركاب ولكن الله سلت أسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفا الله على رسولي من أهل الكرة فلله وللسول ولزي الكربى والنتام والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأوليان وما أتاكم الرسول فاخذوا وما نهاكم عنوفاته واتقوا وإن الله شديد لكم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وموالهم يبتعون فضلا من الله ورضوانا وينشرون الله ورسولا أولئك مصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في سدورهم حاجة من موت ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خساسا ومن ينكشح نفسه فأولئكم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا وفلنا ولأخواننا الذين سبكونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لأخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن خرجتم لنخرجن معكم ولا نتع فيكم أحدا أبدا فإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن خرجوا لا يخرجون معهم ولا يقوتلوا لا ينسرونهم ولأن نسروا لا يولون الأدبار ثم لا ينسروا لأنتم شدوا رهبطا في سدونهم من الله ذلك بأنهم قاموا لا يفكهون لا يقاتلوا لهم جميعا إلا في كل محسنة الله من وراء جذر بأسهم بينهم شديد وتحسبهم جميعا وقلوبهم شد ذلك بأنهم قاموا لا يعكلون فمسر الذين من قبل قريبا ذاكوا بالأمرهم ولهم عذاب أليم كما سأل الشيطان قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني مريم منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله والتعذر نفس ما قدم لغد واتقوا الله إن الله خبير مما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأسأنافسهم أولئكم الفاسكون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة أم الفائزون لو أنزلنا هذا الكران على جبل لرأيتا خاشيا متسدعا من خشية الله فتلك الأمساء نغرب على الناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركهم هو الله الخالق البارئ المسوير له الأسلام الحسن يسبه لنا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لتتخذوا عدوه بعدوكم وليتنكون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم ما تؤمنوا بالله ربكم منكم وتم خرجتم جيادا في سبيل مبتق ومرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم من يفعل منكم فقد دعنا سواء السبيل إن يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديا مالسنة بالسوء يودوا لو تغفرون لأن تنفاكم ورحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسر بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معهم إذا قالوا لقوم إنا برآه منكم ومما تعبدون منه دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم الأداوة والبوضى وبدى حتى تؤمنوا بالله وحده لك وليبراهيم اليبيل لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكل وإليك نبنى وإليك المسين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين فاروغفر لنا ربنا إنك آت العزيز الحكيم لقد كان لكم في مسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخرة من يتولى فإن الله هو الغمي الحميد عصى الله أن يجعل بينكم وبين الذين آديتم منهم وردا والله كبير والله فور رحيم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم واتبروهم وتقسط إليهم إن الله يحب المقسدين إنما ينهكم الله عن الذين قاتلكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم ما تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم به ناره فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولهم يحلون لهم وآتوهن مافق ولا جناح عليكم ما تنكحوهن إذا أتيتموهن وجورهن ولا تمسكوا بعسم الكوافر واسألوا مافقتم وليسألوا مافقه ذلكم حكم الله يحكم بينكم الله عليهم حكيم وإن أفعتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فأقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجوا مثلما فقوم واتقوا الله الذي يعتم به المؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بها شيئا ولا يسركن ولا يزنين ولا يقتل أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن ورجلهن ولا يعشينك في معروف فبايعهن واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدولوا قوما غذب الله ولم قد يئسوا من الناحرة كما يئس الكفار من أصحاب الكبور بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الله وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مكتا هذا الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل سفا كان مليان مرسوم فإذا قال موسى لقوميا كاملين وتؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغ وذاغ الله قلوبهم الله لا يهدي القوم الفاسقين فإذا قال عيسى ابن مريم يا بني سرائل إن رسول الله إليكم مصدكا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينة قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افتران الله الكذب وهو يداع إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليدفع نور الله بفواههم والله مطم من أونه ولو كري الكافرون والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليزهروا على الدين كله ولو كري المشركون يا أيها الذين آمنوا لدنكم على تجارتنا توجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم ونفسكم ذلكم خير لكم من كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات وتجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدل ذلك الفوض العزيم وأخرى تحبون نصر من الغفة القريم أبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كون أنسار الله كما قال عيسى بن مريم للحباريين من أنسار الله قال الحباريون نحن أنسار الله فآمنت طعفة من بني إسرائيل وكفر الطعفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأسبحوا ظاهرين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم والذي بعث في الأنبيين وسؤلا منهم يطلع عليهم آيات ويزكي ما يعلمهم الكتاب والحكم وإن كانوا من قبل في ذلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم ما هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هو الله ذو الفضل العظيم مسأل الذين حملوا التوراد ثم لم يحملوا وكمسأل الحمار يحملوا اسفارا بئس مسأل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا يزعمتم أنكم مولياء الله من دون الناس فتمنوا الموت يقودا سعدكين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيدي والله علم من الظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإن الملاكهم ثم تردون إلى علم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نديني الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ودروا البين ذلك خير لكم يكونتم تعلمون فإذا كديت الصلاة فنتشر في الذي يبتغ من فضل الله واذكروا الله كسيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوان وفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قال نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانا جنة فسدها سبيل إلا إنهم سا ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتب على قلوبين فلا يفكرون فإذا رأيتهم تعجبوا جسابوا من يقولوا تسمع لقالم كان لم خشبوا مسند يحسبون كل سيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله والنه فقول فإذا كيل لهم تعالوا يستغفر لكم نسولوا وإلى وروسا ورأيتهم يسدونهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لمن لم تستغفر لمن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفق ولا منعد رسول الله حتى ينفذوا ولله خضائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفكهون يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرج أن الأعز منها اللازل ولله العزة ولرسولي وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تنهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولاكم الخاسرون فأنفقوا مما رذكناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فأقول رب لو لا أخرتني إلى جل قريم فأصدك وكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجل والله خبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الذي له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وسوركم فأحسن صوركم إليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليهم لذاد السدور ألم يأتيكم لبعو الذين كفروا من قبل فذاكوا وبال أمرهم ولهم عذاب عليم ذلك بأنه كانت تأتيه رسلهم بالبينات فقال بشر يهدوننا فكفر وتولى واستغنى الله والله غني حميل زعى من الذين كفروا لن يبعثوا كل بلا وربي لتبعثون ثم لتنبهن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسولي والنور الذي نزلوا الله والله بما تعملون خبيل يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سياته ويدخل جناتنا تجري من تحديها النار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العديم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولاك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصيب ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم واتيوا الله واتيوا الرسول فانتوليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إلا إلا هو على الله فيتوكل المؤمنون يا أيها الذين أمروا إن من أزواجكم أولادكم عدوا لكم فاحزروا من يتعفوا وتسبعوا وتغفروا فإن الله فور رحيم إنما أمالكم أولادكم فتنة والله دواجر عديم فاتقوا الله ما استطعتم أسمواتي وأنفقوا خيرا لأفسكم ومن يكشح نفسه فأولاكم المفلحون إن تكردوا الله قرزا الحسن يضعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا تلقتم النساء فتلقوهن لعددين وحسوا العدام واتقوا الله ربهم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إن يأتين بفاهشة مبينة وتلقى حدود الله من يتعدى حدود الله فغزل من السم لا تدني لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغنا جلهن فامسكوهن بمعروف أو فاركوهن بمعروف واشيدوا ذوي أدلميكم واقيموا الشهادة لله ذلكم يوعد به ما كان يؤمن بالله واليوم الآخر يوم يتقى الله يجعلهم اخرجهم ويردق من حيث لا يحتزيم ومن يتوكل على الله فوأسبوه إن الله بالقى وامري قد جعل الله لكل شيء قدر والله ييسن من المحين من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم سلسة وشعور والله لم يحدث وأولاة الأحمال يجعلهم أن يضعن حملهن ومن يتقى الله يجعلهم من أمره السر ذلك أمروا الله ينزلوا إليكم ومن يتقى الله يغفر عنه سيئاتي ويعدم له وجر أسكنوهن من حيث سكاتهم من وجدكم ولا تضاروهن لتزيقوا عليهم وإن كن أولاد حملهن فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن رضعنا لكم فاتوهن وجورهن وأتملوا بينكم بمعروف فإن تعسلتم فسترزموا له أخرى لينفق ذو ساعة من ساعتهن من قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاهم الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاهم سيجعل الله بعد أسر يسرا وكأي من قرية عدت عن أمر ربي ورسلي فحسبناها حسابا شديدا وعزبناها عذابا نكرا فذاكت وبال أمرها وكان عكبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله عليكم ذكرا رسولا يطلع عليكم آيات لا مبينات ليخرج اللجنا من ومن الصالحات من الظلمات إلى النور فمن يؤمن بالله ويأمر صالحا يدخل جنات وتجري من تحدي النار خالدين في أبدا فاتحسن الله له رزقه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الذي مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلمون أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاة بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَارِمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْسَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ فُورٌ رَحِيمٌ قد فرض الله لكم تحل تيماركم الله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذا سر النبي إلى بعض أزواجها ديسام فلما نبأت به وأظهر الله ليرف بعد وارد عن بعد فلما نبأها به قالت من نبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إِنْ تَتُوبَ إِلَى اللَّهِ فَغَسَّغَتْ قُلُوبُكُمَ وَانْ تَزَاهَرَ عَلِيهِ فِإِنَّ اللَّهُ مَهْلَ وَجِبْرِينَ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ذَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّاكُمَّ أَنْ يُبْدِلَوا أَزْواجٍ خَيْرًا مِنْكُمْ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ سَيِّبَاتٍ وَبُكَرًا يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُكُوا وَأَفُسَكُمْ أَهْلِكُمْ نَارًا وَكُودُوا الْنَّاسُ وَالْحِجَالَةُ عَلِيهَ مَلَائِكَةٌ وِلَادٌ شِتَادٌ لَا يَعْسُونَ اللَّهُمْ أَمَرَهُمْ يَفَعْلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ يَا أَيُوَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَزِلُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُلِسَ وَلَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يَا أَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا طُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَدَنَّ سُوْحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفْرَكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي مَا تَحْدِي الْأَنْهَالِ يَوْمَ لَا يُخْدِ اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا نُورٌ يَسَعْبَيْنَا بِأِيْدِينَ وَبْإِمَانِينَ يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي وجايد الكفار والمنافقين واغلذ عليهم مأوهم جهنم وبهس المسير ذرب الله مسلا للذين غفروا امرأة نوحي وامرأة لون كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتانا فلم يغني عنهما من الله شيئا وكلا دخل النار مع الداخلين فذرب الله مسلا للذين آمن امرأة فرعون إذا قالت رب ابني لعندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعنا وامري ونجيه من القوم الظالمين ومريم ابن امرأة الذي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بقلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين